كشف مسؤولون أمريكيون شاركوا في المناقشات التي بحث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات التعامل مع نظام الأسد بعد مذبحة الكيماوي في خانشيخون أن من بين أكثر الخيارات المطروحة قوة ما يسمى بضربة قطع الرأس على قصر الأسد أقل المسؤولون الثلاثة الذين رفضوا الكشف عن هويتهم إن ترامب اعتمد إلى حد بعيد على ضباط عسكريين متمرسين في مواجهة الأزمة مع نظام الأسد وهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الجنرال السابق بموشاة البحرية الأمريكية ومستشار الأمن القومية اتشار ماك ميستر وهو ليفتانت جنرال بالجيش الأمريكي